سيما كنا نتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة عن ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة مبارح الحكومة الجديدة قدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان يبدأ الوزراء الجدد في تولي مهام عملهم والحيانه كان فيه توجيهات رئاسية واضحة وصريحة بأن الوزراء يكون لهم رصيد من الخبرة والكفاءة لأنهم مطالبين بالعمل على قدم وساق لإنجاز العديد من الملفات الحيوية وتحسين مستوى المعيشة للمواطن البسيط أيضا تطوير خدمات اللي بيتم تقدمها خاصة الصحة والتعليم خلينا أقول لكم أن ملف الاقتصادي وكلنا عارفين هو الملف الأهم على أجندة الحكومة الجديدة وأيضا على أجندة رئاسة الجمهورية بالإضافة أيضا إلى عدد كبير من الملفات منها استكمال ملف برامج الإصلاح الاقتصادي لاهتمام بملفات زي ما قلنا الصحة والتعليم ملفات الاستثمار خلينا نشوف ونستطلع الرأي حول ما يمكن أن تقدمه الحكومة الجديدة للشارع المصري وما أبرز الكفاءات أو الكوادر الموجودة فيها واللي احنا بنعول عليها أن هي تقدم ما يتطلبه الشارع من طبوحات الدكتور محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر ضفنا النهاردة في صباح الخري مصر أهلا بك دكتور أهلا بك صباح خير أهلا بك عدد كبير من الوزرات تم دمجها وعدد أيضا من الوزرات تم استحداثها وعدد من المناصب الوزرية زي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء تم أيضا استحداثه ضمن منظومة عمل الحكومة المصرية خليني أبدأ بالقصة دي نائبين لرئيس الحكومة نائب لشؤون الصناع ونائب لشؤون التنمية البشري إيه المفروض أنهم يقدموني؟ شوف خليني أبدأ مع حضرتك من الجزئية اللي هو الحديث عن إن فيه اتنين من النواب لدولة رئيس الوزراء هو إحنا يمكن كنا فترات طويلة على فكرة عندنا نواب لدولة رئيس الوزراء ومش الحكومة الحالية فقط لا كان فيه حكومات سابقة كان فيها نواب لرئيس الوزراء لكن هو الهدف هنا أو الاستدلال على الموضوع اختيار اتنين للنواب يمكن أنت زي ما حضرتك ذكرت أنه فيه عندنا مصارين مهمين بيقولوا توجه الحكومة هيبقى في آن اتجاه التنمية البشرية والأوضاع الاقتصادية خاصة الصناعة الصناعة احنا يمكن من الملفات المهمة جدا الدولة المهتمة الفترة اللي جاية انه هذا الملف لانه كان يمكن من توصيات الحوار الوطني انه احنا محتاجين نعمل نقلة نوعية حقيقية في قطاع الصناعة لانه ده هو اللي هيحق لنا المعادلة الصعبة اللي دايما احنا بنقول انه ايه قزمة الاقتصاد المصري هو توفير العملة الاجنبية توفير العملة الاجنبية مش هيتوفر الا من خلال عندك صناعة قوية في حجم صادرات يعني انت واصل به للهدف الاستراتيجي لانك الدولة المصرية حددته قبل كده 100 مليار دولار انت عايز توصل للرقم دوت الرقم ده احنا لسه مصنروش فيه فرق فيه جاب كبير جدا بين حجم صادرات المصرية والرقم اللي احنا بنحلو من احنا نوصله فانت مين اللي هيوصلك للملف ده ملف الصناعة احنا ملف الصناعة تعثر في حاجات كتيرة جدا الدولة فعلا نجحت في بعض الحاجات ان هي خلقت فرص استثمارية عملت بنية تحتية انما في النهاية انت مقدرتش تحقق النجاح المطلوب عملنا اجندة وعملنا استراتيجية ولكن لم تطلق واشتغلنا بس ما تحققش النجاح المطلوب على ارض الواقع ودي كانت نقطة مهمة ويمكن ده الواضح من اختيار نائب لرئيس الوزراء ليه شؤون الصناعة نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة حتى البعض بيتساءل طيب يمكن ليه نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير وهو وزير النقل ومع وزارة الصناعة ليه ليه لان احنا محتاجين حد يكون يعني رجل الدولة قادر على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة وكمان عنده الخبرات المهنية اللي تخليه يقدر يتحرك في هذا الملف بقوة ويحقق نجاح حقيقي على ارض الواقع دي نقطة نقطة تانية انت كمان يمكن من فترة قريبة ممكن يكون البعض مننا ناسي انه الدولة كانت محتاجة ان هي في وسط الازمات الضاربة في المنطقة واحنا تأثرنا بيها وفي وسط الاوضاع الاقتصادية اللي الكل متأثر بيها ان انت تقلل او يعني تعمل زي عملية حوكمة لادارة الموارد اللي موجودة عندك وتقلل من المصرفات الخاصة بيها وفي نفس الوقت تستفيد من كافة القدرات النهاردة ده بنشوفه من خلال دمج بعض الوزارات ويمكن على رأسها وزارة الصناعة والنقل الاتنين هما مش مدموجين لكن كل حقيبة منهم موجودة تحت يعني الوزير هيدرها تحت فيه وكلاء وزارة لي وفيه مسؤولين عنها فالهدف الاساسي بس ان انت تنقل الصناعة للنقلة المستهدفة منها انت انت تكلمت كتير جدا عن انك عندك مناطق صناعية متخصصة مناطق الصناعية المتخصصة دي بحد الوقت ما جابت لكش النتيجة المرجول يمكن احنا فيما الرئيس تحدث عن ان احنا في مدينة زي مدينة الاساس ما وصلناش للهدف المرجو من المدينة عندنا مدينة زي مدينة الجلود في الروبيك نفس الموضوع احققنا بعض الحاجات يعني المشروع ما توقفش حقق بعض الانجازات ولكن مشدات طموح اللي احنا كنا بنستهدفه احنا دولة عندها قدرات بشرية وعندها امكانيات وهي كمان لديها الرغبة في ان هي تنمو بمثل هذه الصناعات المتخصصة فالعقبة اللي حصلة انت كنت محتاج حد يكون قادر على ادارة الملف ونقله زي ما حصل في قطاع النقل انه هو نقل ونقلة نوعية غير مسبوقة الجميع بيشهد بيها في خلال فترة الحالية وشوفنا كمان في التغيير كان نواب الوزراء لا التنمية البشرية الاول طيب نيجي بقى للجزء الخاص بالتنمية البشرية ده برضو ناس كتير مش فاهمة يعني ايه نائب للتنمية البشرية طيب ويمكن برضو احنا ماخداش بالنا من الكلمة السيد الرئيس في عيد ثورة 30 يونيو وحديثه عن انه بناء الانسان ده اولوية اولى بالنسبة للدولة المصرية الانسان المصري هو فعلا احنا لما بنيجي نحسب القوة الخاصة بالدولة بنلاقي انه الموارد البشرية دي احد القوة المهمة بالنسبة للدولة المصرية ولكن مهم انك تحافظ عليها وتأهيلها بشكل جيد وفي نفس الوقت يبقى عندك يعني الانسان يبقى اولوية اولى بالنسبة لك فانت تحافظ عليه صحيا تحافظ عليه تعليميا هي دي استراتيجية الدولة المصرية الحقيقة اه دي استراتيجية الدولة محتاج ان انت تشتغل على الجزء دولة وهما دي احنا يمكن البعض مخدش باله من النقطة انه كنا دايما بنسمع الرئيس يقول احنا دولة مواردها فقيرة شوي الموارد الفقيرة دي انت بتعوضها بان انت تعمل تنمية بشرية حقيقية لانه الانسان فعلا هو احد القدرات لدى الدولة المصرية في خلال الفترة اللي جاية وعشان كده منشوف الوزير الصحة هو مسؤول نائب رئيس الوزراء عن التنمية البشرية فهنلاقي فيه وكمان هو كان قبل كده في الحكومة السابقة كان هو وزير التعليم العالي فيه عندنا رؤية استراتيجية كاملة لتطوير التعليم والتعليم العالي وعندنا كمان هدف استراتيجي موجود في الصحة في ملف الصحة اللي اتنين بيصبوا في بناء انسان سليم علشان انت تقدر تسفيد منه هي الصحة والتعليم على رأس اولويات المواطن يعني حتى المواطن البسيط ده بالتأكيد طيب بما ان حضركم نكلم على وزارة الصناعة حيانا الصناعة مش بس مهمة لفكرة ان احنا نزود الدخل النقد الاجنبي او حتى ان احنا نقل الفاتورة الاستراتيجية لكن هي مهمة كمان خلق فرص عمل خلق فرص عمل وان انت تبقى تملك مقدراتك ده شيء مهم جدا كمان فيه تحديات كتير قوي موجودة بالتأكيد ان كانت تخص الصناعة او غير الصناعة سؤيل حضرتك هنا التحديات اللي بتواجه الحكومة الجديدة عشان تقدر انها اولا لو حتى كلمنا عن فكرة ملف الاسعار وضبط الاسواق دي كمان نقطة مهمة جدا فبالفعل فيه تحديات كتير موجودة ازاي الحكومة تواجه هذه التحديات لان ده اللي بيحس به المواطن البسيط ده اول حاجة ومستنيها وهو ده مطلب اساسي للشارع ويمكن كمان ده الرئيس في التوجيه الاساسي للحكومة الجديدة انه ده يبقى اولوية اولى ان هو يبقى فيه تخفيف العبق عن المواطن وضبط الاسعار بالنسبة للمواطنين انه في النهاية المواطن اول حد بيسأله الحكومة لو فيه ارتفاع في الاسعار فالحكومة هي المسئولة عنه رغم انه ممكن يبقى فيه تفاصيل كتير جدا في ارتفاع السعر الا انه هو في النهاية هو شايف ان الحكومة هي المسئولة وده بيستلزم من الحكومة الجديدة إن هي الأجهزة الرقابية تفعل بشكل قوي في خلال الفترة اللي جاية في أداء أعمالها لضبط الأسواق ويمكن ده هيلقي بثقل كبير جدا على عاتق وزير التموين والتجارة الداخلية إنه هو ده هيبقى أحد الملفات المهمة والتحديات المهمة اللي لازم يتحرك عليها خليني برضو في النقطة دي أقول إنه ليس وزير التموين والتجارة الداخلية فقط هو المسؤول عن تخفيف هذا أو ضبط هذا الأمر إنما في وزارات أخرى متدخلة في الأمر يعني مثلا على سبيل المثال مثلا وزارة الزراعة يمكن كمان وزير الزراعة صرح تصريح بعد أداء اليمين دستورية وقال إحنا مهمتنا الفترة اللي جاية إن إحنا نزود التصنيع الزراعي وهنا برضو لازم نلفت انتباه الحكومة لنقطة مهمة جدا وممكن تكون كان غابت عن الحكومة السابقة إحنا مهم إن إحنا نتحرك في التصنيع الزراعي بس لازم نفكر خارج السندوق شوية يعني لو عندنا النهاردة بنزود عدد المصانع الخاصة بالصناعات الزراعية مهم إن إحنا نوكل لها مساحات هي تقوم بالعمل على زراعيتها إحنا عندنا الزراعة الحديثة دلوقتي هتقدر إن هي تقوم على زراعيتها وتاخد مثلا الإنتاج بتاعها تدخل وهي في التصنيع الزراعي وتاخد من الإنتاج الخاص بالإنتاج الزراعي اللي موجود في السوق تاخد منه 25% لتبقي للسوق على 75% البعض ما أخدش باله الفترة اللي فاتت إنه آه حصل عندنا تفرة في التصنيع الزراعي بس ده أثر على المواطن لإنه سحب جزء كبير جدا من الإنتاج الزراعي تدخلوا التصنيع فالمواطن وإحنا بطبيعتنا المصريين لازم أنا وأنا بأدرس الوضع لازم أشوف طبيعة الشعب طبيعة المصريين هو بيحب كل حاجة فرشة يعني هتقولي للمصر يروح تشتري مثلا دواجل مجمدة ولا تشتري الدواجل من عند محلات الفراخ هيقولك لها اشتريها من عند محلات الفراخ رغم أن إحنا هنيجي للمنظومة الصحية فيقول لنا في مشاكل صحية بتحصل أنا مليش دعب بالمشاكل الصحية هذه يعني التركيبة بتاعت المواطن المصري لازم تتعامل إنت كحكومة مع التركيبة دي التركيبة دي محتاجة أن هي تبقى المنتجات الغذائية تبقى فرش بالنسبة لها سيب لها الجزء ده وتاخد مثلا يبقى محدد لك تاخد 25% من الإنتاج الزراعي للتصنيع 75% تسيبه للسوق فيحدث هدوء في السوق شوية يبقى فيه عرض كبير والطلب موجود عليه فما بقاش فيه شح في العرض وزيادة في الطلب فترتفع الأسعار دي برضو جزئية مهمة جدا لازم الحكومة الجديدة تشتغل عليها وكان عندنا تجارب قبل كده احنا عندنا أهى وأدفينة كان عندهم مزارع خاصة بيهم وكانوا بيشتغلوا عليها فدي برضو مهم فأنا النهار ده بتوسع في التصنيع الزراعي ده أمر محمود لأنه وفر فرص عمل زي ما حضرتك زكارتي وفر قدرات أكثر للدولة المصرية على أن هي تبقى متواجدة في الأسواق الخارجية ويبقى عندها رملة وفتحت بفعل أسواق جديدة وفتح أسواق جديدة بس في نفس الوقت عمل عندي مشكلة أنه هو خد جزء من المعروض في السوق فقلل المعروض فزاد الساعة ودي نقطة ممكن تكون ما لا فاتتش انتباه الحكومة السابقة ومهم جدا أنها تلفت انتباه الحكومة الحالية عشان كده دي كمان نقطة تانية برضو يمكن وزارة الزراع على الفترة اللي فاتت أتمنى أن الوزارة الحالية تنجح في الموضوع ده رئيس طلب أكتر من مرة بعملية إحلال سلالات أخرى قادرة على زيادة الإنتاج من سواء كان من اللحوم أو الألبان أو غيرها نقدر دي تحللنا مشكلة كبيرة جدا من القفزة الكبيرة اللي المواطن بيتكلم عليها في أسعار اللحوم والدواجن وغيرها احنا محتاجين زي ما حضراتكو ذكرتوا أن احنا نفكر خارج السندوق شوية ونبص على الوضع الحالي ودي ضروري جدا الحكومة تنتبه ليه أن الوضع اللي موجود حاليا المواطن محتاج بس ضبط أسعار هيحصل عنده حالة هدوء يحس أنه فيه استشعار من الحكومة بالأزمة اللي هو بيواجهها فيه حلول آه فيه حلول فيه عندنا تحديات ده بالتأكيد أن الحكومة هي كمان بتواجه تحديات كبيرة جدا فيه ارتفاع أسعار عالمية هي مشترف فيه فيه أزمات دولية مؤثرة بشكل كبير وممكن كمان درجتها ترتفع في خلال الفترة اللي جاي وده متوقع إحنا النهاردة ارتفاع حجم التأمين على البضايع العابرة للبحر الأحمر ارتفع 900% 900% دي هتيجي على كل السلع اللي جاية عبر هذا الممر فإذا أنت مشترف أه في التحديات الخارجية إنما لازم تتعامل معها تتعامل معها في أن أنت بيعندك رؤية خارج الصندوق تشتغل عليها خلال الفترة اللي جاي يعني بالتأكيد ناس كتير جدا بتعول على الحكومة المصرية وبتعول على الملفات اللي ممكن تقدمها وعلى الطفرة اللي مفروض تحدثها في المجال الاقتصادي وخصوصا في مجال ضبط الأسعار ناس كتير جدا مستنية ملف الصناعة بفارغ الصبر مصر ممكن أن هي تتحول لعملاق صناعي لتصدير منتجاته للقرة الأفريقية للدول العربية لكل منطقة الشرق الأوسط الجميع بينتظر منها إحنا فعلا عندنا طفرة في صناعة الدواء ويمكن أن تتكرر في صناعات مماثلة زي تصنيع الزراعي وزي تصنيع الملابس وعدد كبير أيضا من المجالات دكتور محمد أمين رئيس تحرير مجالات أكتوبر قدفنا نهارنا نورنا وحدثنا عن كل هذه المحاولة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك